في اليوم الحادي عشر للتصعيد غير المسبوق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تجدد القصف العنيف على مناطق عدة في القطاع من ضمنها مخيم النصيرات وإذ أعلنت حركة حماس مقتل القياد في الحركة أيمن نوفل في قصف إسرائيلي على مخيم لبريج وسط القطاع نقلت هيئة البث الإسرائيلية خبرا مفاده أن نجر رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قتل باستهداف حي الشيخ ردوان في غزة هذا وأقر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 27 الأول وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه يتم التحقيق مع أربعة ألاف شخص من سكان غزة ممن دخلوا إسرائيل في الأسبوع الذي سبق الحرب إلى ذلك سجلت وزارة الصحة الفلسطينية عددا جديدا لضحايا القصف الإسرائيلي ليرتفع العدد إلى أكثر من 3000 والجلحة 12500 ومع البدء بالكشف عن تفاصيل جديدة عن أسباب الاستجابة البطيئة للقوات الإسرائيلية حيث بدأ سلاح الجو الإسرائيلي في تجميع الأحداث هددت تل أبيب بحسب مسؤول أمني بارز بتدخل الولايات المتحدة في حال وجه من سمتهم الأعداء ضربات على خلفية الحرب على قطاع غزة وأعلنت اللاهدنة إنسانية بالقطاع في هذه المرحلة كما نزح حوالي 500 ألف إسرائيلي من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل وقد شدد رئيس مجلس أمنها القومي على أن قضية الأسرى المحتجزين في غزة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل بما في ذلك في المناقشات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية توازيا حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل من الترحيل القصري للمدنيين في غزة قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن في السياق وصلت دفعة أولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى قبرص في سفينة استأجرتها الولايات المتحدة لهذا الغرض فيما أعلنت سلطات هذه الجزيرة خططا لتسيير رحلتين يوميا بعبارات للراغبين بالمغادرة عند معبر رفح الذي تعرض لخصف إسرائيلي تكدست مئات الشاحنات التي تحمل مؤنن غذائية ومياه فضلا عن مساعدات طبية وإسعافية ومواد تتعلق بالدعم الطبي على الجانب المصري من المعبر الذي يرتقب أن يفتح خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع مقابل خروج عدد من المواطنين الأجانب العالقين مع تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبقى في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء في المواقف حذر العهل الأردني الملك عبدالله الثاني من وضع صعب في الشرق الأوسط محذرا من أن خطر توسع الحرب حقيقي وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع ولفت بعد لقائه المستشار الألماني أولف شولتس إلى أن المنطقة بأكملها على شفى السقوط في الهاوية المستشار الألماني الذي يزور إسرائيل حذر بدوره من التصعيد مؤكدا أن الهدف هو منع اشتعال المنطقة هذا وشدد الناطق باسم مجلس الأمن القومي لأمريكي جون كيربي على أن البيت الأبيض لا يرى أي دليل في هذه المرحلة على ضروع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس في مجلس الأمن فشل مشروع قرار صغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة هذا وهدد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إسرائيل من أنه إذا تواصلت الجرائم في غزة فأن صبر المقاومة والمسلمين سينفد ولا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم في حين حذر الحرس الثوري الإيراني من موجة صدمة أخرى إذا لم توقف إسرائيل الفضائع حسب قوله